أهلاً وسهلاً إخواني أخواتي في هذه القناة إذن مع هذا المقال الذي كيتحدث على الوزيرة إيراني مونتيرو هي وزيرة الإيقوالدات أي المساواة في حكومة الرئيس بيدرو سانتريسا الإسباني إذن المقال يقول على أن السيدة إيراني مونتيرو يعني تفتح الأبواب أو قد تفتح الأبواب لتسوية وضعية قانونية للنساء المهاجرات بدون أوراق إذن هذا الإخوان عنوان ولكن ضرورة أننا ننفهمه أشواقع باش نفهمه باش موقعش ناخد الأمور على أنها صافة لأن الكثير من الأبواق أو الكثير من الناس كيستغلوا هاد العانوين هدي باش يمكن يعطوش نوتيفيا لباقي هي متأكدش إذن اللي يوقع هو أن الوزيرة دي المساواة إيراني مونتيرو طبعا هي وزيرة وطبعا وزيرة في إسبانيا فهناك مساءلات اللي هي خصمة نصت جاوبة لها طبعا هذه المساءلات كتكون أمام لجنة في البرلمان البرلمانيين يكونوا نجال في هذه الحالة هذه لجنة المساواة فكان هناك سؤال لهاد الوزيرة طبعا على الوضعية القانونية دي الناس اللي ما عندهم مش لوراق طبعا الوزيرة من طرحة السؤال من تم طرحة ديالهاد السؤال عليها فهي قالت علي أنها تلتزم أمام الجامع بأنها ستدرس الإمكانية يعني أن هذا ملف سؤال عليها هي كتلتزم أنها ستدخل هذا الملف و ستدرسه كوزيرة و ستشوف واش كين إمكانية أو ما كيش إمكانية يعني في بعض الأحيان طبعا الوزراء يعني سيقول لك واخا أطيل الملف و نشوف يكون خير إن شاء الله يعني هذا مكعنيش أنا أنها سافرة كانت تكون ريجولوري ثاثيون ولكن على الأقل هناك ملف غهية غادي تدرسه و غادي تستاشر مع المستشارين و غادي تهدر مع الوزراء اللي هما طبعا هي مشي لك تتحكم بحدتها هناك الوزراء يعني وزير الهجرة يعني اسكريبات اللي عنده اليد الأولى لأن هذيك الوزراء دياله هناك الوزراء الداخلية والناس الصحة هما كتدخلوا على حسب الواباء لأنه قدر يكون مصلحة ديالهم أنه ما يكون شي كنترول يعني بزر ديال الناس كتتاخدوا القرارات في هذا الموضوع الحساسة لإخوان إذن فهذه الوزراء فهي التزمت على أنها غدي تدرس هذا الميلة في هذا وطبعا تكلمت بالخصوص لأنها هي وزيرة المساواة ما معنى وزيرات المساواة يعني هي وزيرة تحطيت أمك باش تحاولها لأن الحقوق ديال المرأة يعني المرأة تحاول أنها تساوي مع الرجل في العديد من القطاعات لأن نحن في الزب ديال الأمرات في العديد القطاعات كتبار على أن الرجل مثلا يأخذ فلوز زايد بوضعه ذياله أحسن ثم عارف المرأة الوضعية ذيالها لأنها وضعية خاصة فهي تربيت دراري كتحبال عندها يعني عندها وضعية خاصة لما يمكنش أن نطلبه منها بالزب ديال الأمر بحلي كنطلبه الراجل خصوصا في فترات الحل إذن غني نزيد معكم في هذا المقال فهي قالت على حسب الكلام لأن هذا المطالبة بالتسوية وخصوصا للنساء فهي يعني فهي مهمة فهي مهمة باش المجتمع يبدأ يشوف هاد النسي يبدأ يشوف هاد الفئل اللي هي يعني غير مرئية اللي هي ما ظهراش للناس وقالت على أنها غدي تحمل مسؤولية كوزيرة طبعا وزيرة ديال المساواة وغد استمع لهذا يعني الطلبات لمجم هاد الفئة هادي وغادي تشوف اللي هو ممكن يدار يعني هي ما وشي وعدات أنها غادي تكون ولكن قالت غادي تشوف شانه غادي ممكن يدار وحتى ليش غادي نقدرون نوصله باش في هاد المسألة هادي آآ يعني هادو هما الكلمات ديالة طبعا السؤال هادا كان آآ في إطار آآ يعني اللاجنة ديال المساواة في السينادو اللي هو طبعا آآ نقوله بحل البرلمة السينادو آآ طبعا آآ هنا ينقوله هاد السؤال هادا جام من آآ طبعا من آآ 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 الاخوان غادي تلاحظوا على ان بزاف هنا هي كتبارا لان هاد آآ آآ كنين كنشي أحزاب اللي مثلا دابوا بسعة شعر دياله طبعا مدفعة على الحقوق يعني كيكون في الايديولوجية دياله وطبعا لان هادو الناس دياله الكاتالونية دايما نخصهم يعني يشوفوا آآ طبعا آآ يعني محلا نقوله المواضع الحساسة باش كيزيروا شوية الحكومة دايما عنده مطالب الانفيصال مطالب كده مطالب إلا يعني نخلنا نعرفوا الاديولوجي دياله الناس اللي كيطلبوا هادشي اذا آآ هطلعت هاد السنيورة مينيسترا على يعني على الدور المهم ديال النساء المنازية اللي كيخدموا في الديور وعلى طبعا الناس اللي كيخدموا في الحقول اللي هما آآ قالت على ان يعني يعني محلا نقوله السوسي دات المجتمع صغير النظرة ديالهم لهاد ججل الفئات اللي هما خدمين في الحقول واللي خدمين في الديار بعد خصوصا بعد آآ جائحة ديال كورونا فيروس اذا آآ هي قالت على ان الآن المجتمع الاسباني كيشوف بوح النظرة مختلفة لهاد الفئة هذه آآ يعني ما وراء يعني الجائحة لان الآن الحقول نهار اللي كاتل الجائحة الحقول كاتل تخدم لانه هالقطع حيوي والنساء دوكوما اللي كيخدموا في الفلاحة واللي كيخلي ان الخضروات الاكل كيوصل السوبر ميركادوس الناس وما كيوقعش يعني ما جعل هي يعني ما جعل ماشي ما كيش فلوس ولكن هادك الخضروات هما اللي خصوم يجيوا وبعد كيدخلوا في الحلقاء الاقتصادية اذا هي قالت على اهداء هادكو الناس يعتبرون الان ابطال اه ابطال في يعني في الاعيون ديال المجتمع يعني اقول كمش انه قالت هاد هاد الوزيرة اذا مهم بلا ما ندخلوا في تفاصيل اخرى فما قالت على انها من نهار اللي دخلات وهي كتدفع للحقوق ديال الاقتصادية وانك تحاول ممكان انها يعني 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 تا يعني الميزة هاد الاميغرانتس في الحقوق وكذا انها انها تتقلوا ان تعطيهم اهمية اكثر وذكرت شنو قاع في يعني هاد مسألة ديال اتا اذا الاخوان هذا هو الموقف ديال ايرينا اكيد ان هذا الخبر غادي خرج يعني العديد بالنس غادي تناولو ولكن هسنا نتناولوه كم بيرثاز يعني سننعفو الخبر كيف جاي لأنه لأن هذا الرسي وهذا طبعاً غادي يجي وغادي دائماً كنشوفه في البرنامج يقول كواخسنا كتالونيات نفاصل صنا انفيصال يعني ماشي دائماً طالبات غادي تنفذ لأن هذا أي لأن أي مجموعة برلمانية لدي الحق أن تسأل أي سؤال لديها الحق أن تطرح أي مشكل كيبقى واش نزل الحكومة وهو الرئيس بيدرو سانتيز ووزير هذا كيشوفوا عنهم اعتبارات أخرى لأنهم هما في المسئولية هما اللي محطوطين في مراكز المسئولية وهما ليسوا أحرار للإخوان باتخاذ أي قارات لأن عليهم ضغوطات كي ضغوطات اقتصادية ضغوطات سياسية أوروبا كتحكم فيهم لأن كيمساعدة ديال أوروبا كينشي مسائل ما كتظهرش كين ضغوطات اللي كتكون ما بيناش بزاف ديالأمور زائد على أن هجرة السريفة هو مشكل عاويس المشكل المشي أن هما منك يخافوا لإخوان هما مشي يقول لك على أنهم ما يعطوش الوراق ولكن هذ المشكل كي اعتبوا الوراق وكيبقوا الناس يجيو دائما يعني أن بحالة نقوله الأحزاب المعارضة كتستغل هذه المسئلة كتقول لك افكتو يا ماذا يعني المشكل اللي كنا نقول لا مخصنش تعطوا الوراق ولكن هما كيفش يشوفوا المشكل يقول لك أستاذ عطينا الوراق ما حليناش المشكل غان عطي الوراق اليوم غدا يعني في كل واحد عطي الوراق عشرين غادي صبحوا لي غدا لاش لأن أي واحد يعني هذا مشكل مشكل يعني من المنبع من الدول اللي كتصدر الهجرة اللي لأنها دول فاشلة دول محقتش يعني بحالة نقوله محقتش الاستقرار الاقتصادي محقتش المطالب ديال للك الناس أنهم يعيشوا ووجدوا الشغل وأنهم يعيشوا الحياة ديالهم على حياة كريمة فكيبدو يهاشروا ولكن الاستيطاعة ديالاوروبا أنها ممكنش تستقبل الملايون وملايين ديال الافريكانوس مثلا إذا هجموا دقة واحدة يعني هناك توازونة دائما كيلعبو كيعتوشويا وكيمنعشويا كيعتوشويا وهدية السياسة الإخوان على كل حال هذا هو المقال اللي بغيت نتشارك معكم وإلى اللقاء في فيديو آخر